بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا ان شاء الله لحل اسئلة كتاب الامتحان اللي هي الاسئلة اللي على البناء الضوء هنبدأ بقى نشوف سؤال سؤال كنا احنا في اول فيديو حلينا من السؤال الاول للسؤال 17 فهنبدأ ان شاء الله نحل في السؤال رقم 18 فتابع معي واحدة واحدة يلا نبدأ بسؤال رقم 18 لصفحة 58 في كتاب الامتحان السؤال بيقول الجدول الاتي يوضح تعرض ثلاث اوراق نباتية للضوء لعدة ساعات ثم الكشف عن النشاء في كل منهما باستخدام محلول اليوم طيب من الاول بس من الاول البلسيدة الخضراء هتقوم بعملية بناء ضوء والتالي بتكون سكر جلوكوز بيخزن في صورة نشاء تمام لحين الحاجة اليه طيب هنكشف عن النشاء ده بمحلول يود اللي هو لونه اساسا لونه برتقالي طب عنده وجود النشاء بيتحول الى لون الازرج الداكن تمام يبا احنا واخدين الموضوع من الاول نبدأ بقى نشوف السؤال واحدة واحدة كده اول حاجة بيقول في بداية تجربة الورقة هنا خضراء ما تحولتش عما اضافنا يود اليود كما هو باللون البرتقالي لم تتحول الى الازرج الداكن كبه هنا لم يتكون نشاء طب هنا تكون نشاء جوا بس لكن برا لا طب هنا تكون نشاء مع عدد جزء اللي كان فيه حاجز اسود طيب السؤال اول ناخد واحدة واحدة كده هنا كان فيه لوح زجاج لوح زجاج يبا كده معنى ذلك حجب ساني اكسيد الكربون وبالتالي غياب ساني اكسيد الكربون يبقى الورقة لم تقوم عملية بناء ضوئي يبقى متكونش جيلوكوز متكونش نشاء اذا لم يتقال لون فكده هنختار غياب ساني اكسيد الكربون في التجربة واحد يبقى عند اختيارات يبقى يدال يبقى يدال شوف السؤال التاني لوصينا على الجزء ده جزء اصفر مش اغضر الجزء اللي بر يبقى كده غياب في الكولوروفيل غياب الكولوروفيل لانه جزء اصفر وبالتالي في ازل حالة اللي تحول الجزء اللي جوه بس وبالتالي يكون الاختيار رقم به طب نشوف هنا الحاجز الاسود ده حاجة بالضوء وبالتالي الجزء ده ما تغيرش ما تغيرش من اللون البرتقالي الى الازرق الداكن يبقى معنى ذلك الاجابة رقم به فعلا صح الاولى بسبب غياب ساني سكربون لانه فيه لوح زجاجي تانية بسبب غياب الكولوروفيل لانه الجزء ده اصفر ثالثة بسبب غياب الضوء لانه الحاجز الاسود حاجز الضوء تمام تالي الجزء ده ده هنا لا يقوم معملية بناء ايه؟ ضوءي فتكون الاجابة رقم به صار رقم 19 اي المعادلات الاتية هي الانسب تعبيرا عن عملية البناء الضوءي في نباتات الخضراء طيب نشوف واحدة واحدة ستة سانيكسوكربون وستة مية وطاقة ضوءية يدينا جولوكوز وستة جزئات اكسوجين اكيد صح لانه اللي كان داخل ستة سانيكسوكربون تمام؟ وبيطلع ستة جزئات غاز اكسوجين كان داخل اتناشر مية وطلع ستة مية يبقى نفس نظام يبقى كينه داخل مية بس طيب يبقى كده العبارة الاولى صح نشوف العبارة التاني سانكسوكربون ونات بيتشتو واتي بي ومية يدينا جولوكوز ونات بي طيب نشوف المعادلة اصلا التانية غلط ليه هتلاقي ان وزن المعادلة نفسها هي الوزن ماشي لانه ادي واحدة وادي سود يبقى ده مصبو لكن هنا ايه المشكلة بقى انت لو بصيت هادي الناد بيتشتو هادي الاتي بي طبعا المفروض هنا بدينا ادي بي اصلا لانه الاتي بي بتحول الى اتي بي الهم الاثنين دوتمون مركباي الطاقة التسبيتية مركباي الطاقة التسبيتية ثانيا هتلاقي كمان يعني مثلا الاكسوجين هنا كم اكسوجين اتنين وهنا اتنين اكسوجين يبقى كده اربعة هنا سودس وادي ده ستة يعني معناها زرة اكسوجين واحدة كان داخل كم اكسوجين اربعة بقى واحدة يبقى كده المعادلة مش موزونه خالف هنا داخل جلوكوز ودينا جلوكوز ومية خلي بالك غلط لان اللي داخل في منا ضوء مواد بسيط وتحول مواد معقادة هنا اتش تو اس غلط لان النبات لا يستخدم اتش تو اس من ايه اللي يستخدم غاس كابريتية هيدروجين بكتيريا الكابريت الخضراء يبقى كده الاجابة على طول تكون الاجابة رقم الف هي الصحيح طي السؤالي بعد يقول الماء في نواتج المعادلة الاتية انها معادلة البناء الضوئي يتكون اسنا ايه طبعا اكيد التفاعلات اللا ضوئية في السترومة لانه في التفاعلات الضوئية في التفاعلات الضوئية ثلاث نواتج بص كده نواتج تفاعلات الضوئية ثلاث نواتج اكسجين كناتج سانوي طاقة مخزنة في صورة اي تي بي هيدروجين محمول على الناد بي اتش تو ده في التفاعلات الانهين ضوئي طيب في التفاعلات اللا ضوئية ايه نواتيجها طيب بجل بتحاول بعد ذلك الى جلوكوز والمية نفسها جاي من التفاعلات اللا ضوئية يبقى كده خلاص السؤال واضح السؤال بعد في عملية الفسفرة الضوئي تقوم النباتات الخضراء باستخدامه يعني ايه فسفرة الصون ضوئية اللا هو اتحاد الادب السنائي مع الفسفات يحول الى اي تي بي في وجود طاقة ضوئية اللي هي متحررة من الكولوروفيل المصار او النشط تمام يبقى احنا نوزه اكيد جيم طب ليه هنعوز ضوء ماشي والكلوروفيل عشان يتحول كلوروفيل مصارى ونشط و اي دي بي وكبان هنعوز فسفات عشان يتحول الى اي تي بي لكن المية هل لا علاقة لا سنقصد الكربول لي علاقة لا وبالتالي تكون ايجاب رقم جيم واضحة جدا دي العملية المعاكسة لعملية الفسفارة ضوئية احنا كنتبين الفسفارة ضوئية اللي هو تحاد ال اي دي بي مع الفسفات لتكون اي تي بي يبقى كده اكيد العملية المعاكسة تبقى ايه العكس اللي هو انتاج ال اي دي بي من ال اي تي بي في السيتروم وده بيحصل فعلا في السيتروم وخلي بالك ال اي تي بي ده ناتج من التفاعلات الضوئية في الجران وهيروح للتفاعلات اللا ضوئية في السيتروم تمام عشان يتم عملية تسبيت سنو سوكربو طبعا ما روح للسيتروم هيتكسر ربطة في ال اي تي بي اهو كسر ربطة منه لما انكسر ربطة دي فتنطلق طاقة يتحول تاني الى اي دي بي يبقى انتاج ال اي دي بي من ال اي تي بي في السيتروم اللي هي التفاعلات اللا ضوئية السؤال اللي بعده يقول اي المركبات التالية لا يتطفق مع التفاعلات الضوئية ها ذكز بقى كده احنا لسه وقديني الكلام شوي اي المركبات الاتية لا يتطفق مع التفاعلات الضوئية اكيد الجلوكوز لانه ده ناتج من تفاعل لضوئي اللي هو البجال وبعدك بتحول الى الجلوكوز ال اي دي بي عاوزينه ايو عشان يحصله في صفرها فيتحول الى اي تي بي الاكسجين ناتج سانوي الناد بي عاوزينه ايو عشان يستقبل الهايدروجين الناتج عن انشطار المي بتحول الى نات بي اتش تو ما الجلوكوز ملوش اي علاقة بالتفاعلات الضوئية السؤال 14 في البلسيدة الخضراء تتحول مركبات ال اي دي بي والناد بي الى طبعا ال اي دي بي بيحصله في صفرها بيتحد مع الفوسفاء فيتحول الى اي دي بي اسمه مركب ناقل للطاقة طب و الناد بي بيستقبل الهايدروجين اللي هو ناتج من شطار المي فهتحول الى ناد بي اتش تو وبالتالي ده مركب اسمه حامل للهايدروجين يبقى خلاص مركب ناقل للطاقة حامل للهايدروجين يبقى الف وبه على الترتيب الف وبه على الترتيب السؤال 15 مصدر الطاقة اللازمة لتثبيت سانوكسود الكربون في البلاسي خضراء على طول سهلة جدا هو ال اي تي بي احنا منعوز حتين في السيترومة سانوكسود الكربون ومعها حتين اي تي بي وناد بي اتش تو عشان يتم من خلالهم اختزال وتثبيت سانوكسود الكربون يتكون سكر جولوكوز وبالتالي بيسمون مركباي يمثلان حلقة الاصل بين التفاعلات الضوية واللاضوية يبدأ اي تي بي صح السؤال 16 تتم التفاعلات اللاضوية هذا احنا لسه حلينه في السيترومة في وجود سانوكسود الكربون من مركبين دولة ال اي تي بي والناد بي اتش تو طب السؤال ليه ليتم من خلاله عمليتين اختزال وتسبيت ساني اكسود الكربون مكونا سكر جولوكوز الاختزال ده بوسط الهايدروجين المحمول على الناد بي اتش تو والتسبيت ده في وجود الطاقة اللي هي المخزنة في سورة اي تي بي عشان كده بيسموهم الاتنين ده هم ده هم مركباي الطاقة التسبيتية مركباي طاقة تسبيتية السؤال سبعة وعشرين في احدى التجارب المعملية لدراسة تأثير الضوء شدة الضوء على عمليت البناء ضوي قام احد الطلاب بوضع كأس زجاجي به ومصباح كهربي يعني كده هقوم عمليت بناء ضوء داخل صندوق مظل وبدأ يقدر تركيز الاكسوجين داخل الكأس الزجاجي ثم بدأ بتقليل شدة الاستضاء عدة مرة وفي كل مرة سجل تركيز الاكسوجين داخل الكأس طبعا لما يجل شدة الاستضاء اكيد كمية الاكسوجين هتجل المعدل بناء الضواء يجل وبدأ يشوف الرسم يعني قد تركيز الاكسوجين في الفترة من الف الى به بدأ يجل لأنه بدأ يجلل شدة للصداء وبعد كده من به يجيب جل يجيب لدال جل من دال له السبات فالسؤال يقول معدل الاكسوجين ناتج بنسوي معدل الاكسوجين المسته لك خلي بقى لك ركز الناتج لك في عملية التنفس المسته لك في عملية التنفس هيكون في الفترة اللي فيها السبات على طول يبلي من دال الى هه مصبو السؤال بعد يقول ايه بمعدل او بزيادة معدل انتاج الاكسوجين من الى ازداد بدأ الاكسوجين زاد الاكسوجين ده كناتج سانوي في عملية بناء ضوء النبات بياخد مية سانوكسوجين الكربون وينتج عنه جلوكوز كناتج اساسي واكسوجين كناتج سانوي يبقى من الناتج اللي هينتج على طول الجلوكوز كلما زاد معدل انتاج الاكسوجين زاد انتاج الجلوكوز لانه التفاعل تم كاملا تقول طب ما الاتو بيزاد الناتو بيش طو ده ده في التفاعلات الضوئية وين التفاعل تم كاملا اللي هو تفاعل ضوئي ولا ضوئي تقول انت الجلوكوز كناتج اساسي واكسوجين كناتج سانوي فتكون الاجابة رقم الف اللي هو الجلوكوز السؤال ثمانية عشرية بيقول الشكل المقابل يوضح احد التفاعلات التي تحدث داخل عضي بورقة نبات يقصد البلاستيدة الخضراء فاسم العمليتين الف وبع على الترتيب والله هنا داخل مية اه داخل مية يبدأ جيران على طول عشان يحصل انشطار طيب بعد كده بقى هتنشطر الى هيدروجين وكسوجين والهيدروجين يحمل على الناد فيحول الى ناد بي ثم يحمل الى ستروما عشان داخل لها سانوكسيد الكربو فعلى طول الاجابة هنا هتكون الف الجيران الف وبه ليه الستروما على الترتيب سؤال 29 ما الوظيفة الاساسية التفعالات اللا ضوئية في البلاستيدة الخضراء طيب نجرى نقطة نقطة ثانية كده النقطة الاولى التفعالات اللا ضوئية استخدام الاتب لإطلاق سانوكسيد كربون غلط لتثبيت سانوكسيد كربون استخدام الناد بي اتش تو لإطلاق سانوكسيد كربون برضو غلط لاختزال سانوكسيد كربون انشطار المية وانطلاق الأكسجين غلط ده في التفاعل الضوئي يبه خلاص فاضل من تكوين السكريات البسيط صح اللي هو سكر البجال اللي هو سلاس الكربون وده سكر بسيط وحادي اساسا بيتحول بعد ذلك الى جولوكوز سداس الكربون وكله هما سكريات وحدية وبالتالي كيله هما سكريات بسيطة السؤال اللي بعد كده خلينا نوضح واحدة واحدة يقول تفاعلات الاختزال تحدث داخل البلاستيدا الخضراء الاختزال هيحدث في الجرانا والسترومة طيب عاوز نفهمها والله الناد بيو بيتحد مع الهايدروجين في الجرانا فيحول الى ناد بي اتش تو ده في الجرانا عشان كده منسميه مستقبل مؤقت للهايدروجين في الجرانا طيب ثم الناد بي اتش تو يروح للسترومة يدي الهايدروجين بتاعه لثاني اكسيد الكربون فحصل اعمالية اختزال ده في الستروم مكونا سكر الجلوكوز ايه فالاختزال يحصل فيين في الاتنين في الجرانا والسترومة اختزال الناد بي في الجرانا واختزال ثاني اكسيد الكربون في الستروم ت объяс وان beg وجود مركبات الناد بي تش تو في السترومة يرتبط لي ما عدا بيرتبط بكل جميع ما يأتي ما عدا شطر جزء المي خلي بالك ركز السؤال بقى يعني وجود الناد بيتشتو يعني معنى ذلك ان حصل شطر المي صح طب ليه لان المي لما انشطرت الى هيدروجين ووكسوجين الهيدروجين استقبل بوسطة الناد بيتشتو تنشيط الكولوروفيل صح لان الكولوروفيل لما نشط تحول الكولوروفيل مصار او نشط والكولوروفيل المصار او نشط عمل على انشطار الماء والهيدروجين اللي طلع استقبل بوسطة الناد بيت طيب انطلاق غاز الىكسوجين صح لانه الناد بيتشتو في نفس التفاعل اللي بيحصل في انطلاق غاز الىكسوجين اللي هو التفاعلات الضوئية في الجرانة يتفضل مين تكوين الادبي غلط هي المفروض تكوين التصحيق اي تي بي ما بقولك بيرتبط بكل مين اأتي ما عدا يبجيه من اجابة لكن هي لو تكوين ال اي تي بي صح لان الناد بيتشتو وال اي تي بي بيتكونوا معا في الجرانة في التفاعلات الضوئية السؤال اتنين وتلاتين بيقول التفاعل لازه يحدث في السيترومة ولا يحدث في الجرانة تكوين مركب سلسل كربون الول بي جال صح بيحصل في السيترومة ما بيحصلش في الجرانة لانه جاي من اختزال ثاني اكسيد الكربون طب تحويل الناد بي لناد بيتشتو ده في الجرانة انشطار المية في الجران الى التفاعلات الضوئية تحويل ال اي تي بي الى اي تي بي فاسفراء ده في الجرانة يبقى الاولى هي الصحيح السؤال 33 في التفاعلات الى ضوئية من البناء الضوئية يتكون البي جال من طيب نشوف واحدة واحدة اتحاد ثاني اكسيد الكربون مع المية غلط مش مع المي وانما اتحاد ثاني اكسيد الكربون مع الهيدروجين اللي هو المحمول على الناد بيتشتو طب هل من انتاج ال اي تي بي من ال اي تي بي غلط لان دي فاسفراء ضوئي ثاني وسوكربون اتحاده مع الكولوروفيل غلط لان اصلا ما يحصلش تفاعل ما بين ثاني اكسيد الكربون والكلوروفيل لابن الاجابة رقم تانية اللي يابن تمام السؤال 34 في تجربة مشابهة لتجربة العالم اللي هو ميلفين كيلف تم استخدام ثاني اكسيد الكربون بي نزيل اكسوجين 16 اللي هو العادي ومية بها اكسوجين 18 اللي هو المشاع فما النواتج التي تم تكونها بعد الثلاث سواني هو رأي العمل تجربته بعد سانيتين بعد سانيتين لو بعد سانيتين فقط يتكون مركب البيجال لا طب لو بعد اكتر من سانيتين اكسر من اتنين سانية يبدأ على طول يتكون الجلوكوز في الدورة اللي بتحصل يبقى كده خلاص لو قال ثانيتين يبقى نختار بيجاء طب لو قال بعد ثلاث سواني يبقى نختار سكر الجلوكوز اكتر من ثانيتين ثلاث سواني اربع سواني نختار الجلوكوز يبقى ده مرفوضة وده مرفوضة فضل الجلوكوز هو الجلوكوز مصدره من اكسوجين الجلوكوز نفسه ثاني اكسيد الكربون وانا اكد لك حياة مهمة جدا دلوقتي طب ساني اكسوجين كربون الاكسوجين بتاعه كام عادي يبقى على طول اسف احنا مش تبضي اللي قال بيجاء للتنمجة تفضل جلوكوز في اكسوجين 16 الو جاي من ثاني اكسيد الكربون طيب اصحبها حتة مهمة جدا 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 فركز بها معايا لما استخدمه مثلا احنا خلينا يعني انه مثلا على نفس السؤال هخلي دي 18 اكسوجين المية 18 يعني مشعة فمين اللي طلع 18 زيه اللي هو غاز الاكسوجين يبقى غاز الاكسوجين بص على استهمها دي مصدره المية مصدره المية وليس ساني اكسيد الكربون هغير اللي هو ما خله ده 16 اللي هو بتاع ساني اكسيد الكربون يعني عادي لقين ان ده 16 بتاع الجلوكوز والمية 16 بص هستهم عدل يبقى ده جاي برضو من ها ساني اكسيد الكربون وده جاي من ساني اكسيد الكربون يعني لو سألني بص هنكتب سؤاله من مصدر غاز الاكسوجين المتصاعد من عملية بناء ضوء يبقى مصدره المية طيب السؤالية التانية بقى وقال لي مصدر اكسوجين الجلوكوزي الناتج من عملية بناء ضوء يبقى ثاني اكسيد الكربون او مصدر اكسوجين المية الناتجة من عملية بناء ضوء برضو سي او تو ساني اكسيد الكربون ايه دليلك اهو دليل واضح لما ده 16 بتاع ثاني اكسود الكربون ده طالح 16 وده طالح 16 اما غاز الاكسوجين نفسه ده 18 فطلع 18 زيه على طول فده تبقى واضحة بالنسبة لك فكده يرجع للسؤال ده على طول ها ثاني اكسود الكربون كان فيه 16 على طول وبالتالي هيديني جلوكوز فيه 16 زي ما احنا وضحنا بيه المعادلة هنا بقى السؤال الاخير فيه الجزء الفيديو ده ده بيقول ليه ركز كده من الشكل البيان المقابل يعبر عن بعض نواتج تفاعلات عملية بناء ضوء لسه مش عارف الرسم هل هو ضوءي ولا لا ضوءي نشوف هو من الاعلى الATB اللي هو ده ومن الاقل الATB يبينها معنى ذلك ان تكون ATB لانه الATB اعلى طب الATB ده بتكون فين عملية فاسفارة ضوءية طب والفاسفارة دي تحصل فين في التفاعلات الضوءية والتفاعلات الضوءية دي ده حدث فين في الجرانة جميل جدا يبقى كده نبص على السؤال بقى ايه اللي بيحصل في الجرانة هل تكوين المية لا لانه تكوين المية بيحصل في التفاعلات ضوءية لو جال انشطار المية صح اختزال الATB صح لانه اختزال الATB بيحصل في الجرانة طب تكوين مركبات عالية الطاقة خليب قال هو جال مركبات عالية الطاقة يقصد اللي هو سكر الجلوكوز او البجال ده المركب اللي هو عالي الطاقة اللي هتتكسر روابطه في الميتو كونداريا عشان ادينا الATB الATB ده اسمه مركب ناقل للطاقة ناقل للطاقة يبقى فيه فارج من المركب عالي الطاقة اللي هو الجلوكوز او السكر عموما سبقى بيجاله بعد كده يبيدينا جلوكوز بعد ذلك اما مركب ناقل للطاقة ده مركب الATB طب من المركب حامل الهايدروجين الناد BH2 لحظة المسميات عادة مركب عالي الطاقة اللي هو الجلوكوز ناقل للطاقة الATB حامل الهايدروجين الناد BH2 والجلوكوز اللي بتكون في تفاعل لا ضوئي اختزان سنوك سكر بو برضو في السيرتروم في تفاعل لا ضوئي يعني في السيرتروم يبقى على طول هتلاقي رقم به هي الاجابة حتى لو ما انتشعارك بالاستبعاد لانه تكون المي تكوين الجلوكوز واختزال سنوك سكر بو كلهم يحصلوا في السيرتروم اما اختزال الناد بيحصل فيه الجرانة يبقى تجرى المنحنة خلي بالك عدي طب لو عكس الرسمة يعني الATB هو الاعلى والATB اقل يبقى ده اكيد حصل في السيرتروم يعني تفاعل لا ضوئي اما الواضح هنا الATB هو اعلى يبقى كده معنى ذلك يتكون اATB يبقى فسفرة يبقى تفاعل ضوئي يبقى يحدث فيه الجرانة ده السؤال رقم 35 تنظر بقى ان شاء الله الفيديو اللي باجي في الدرس التاني عشان نخلص من قلية البناء الضوئي كاملة بالتوفيق ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة